موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم اجمد مش مهانسين احنا هنتكلم النهاردة عن باب يتكلم عن الخواص اللي موجودة في المادة اللي انا بستخدمها في الصناعة وكذا زي مثلا عندنا الخواص الماكينكية موجودة في المعدنة الماتيريك بقى اللي انت اشارك به سواء بقى اي ان كان الماتيريك ده معدني او غير معدني او هكذا عندك خواص الماكينكية والمرونة والجدونة والمطولة وعندك لسه في خواصة تانية هنتكلم عنها النهاردة او بابدل نظري تمام بس جازمين في حاجات تتفهم كتير فانا بقى هقرب معك وهحدك الحاجات المهمة والحاجات اللي بتيجي في المتحانات انت عندك اول حال خواصة الماكينكية خواصة الماكينكية ديت هي خواصة بتاعجق بسكوك المواد الهندسية عند تعرض المواد الهندسية او الماتيريك اللي اشغال بها لأحمال مثلا مختلفة سواء كانت السواء اللي انا بأثر بها على حط المعدن دي او الماتيريك اللي اي ان كان الماتيريك اللي بستخدمه أحمال استاتيكية او دينيماكية او أحمال متكررة وبيعتمد ان الخواصة الماكينكية ديت هي السوء مكارنة بين المواد المختلفة الهندسية مثلا معها معدن باحتمد اول حاجة بقارن بها خواصة الماكينكية بتاع المعدن دي فما فيش تعمق اكتر من في حط خاصة المكينة كاي تعال نخشه على المرونة المرونة دى معناها يعني شفت القاسك كده القاسك انت بتشده او ما تشده وبياخد معاك الوضع ان انت شدته بيه او ما بتسيه وبيرجع ثاني الوضع اللى هو كان عليه فهي دى القاسك دى مرونة القاسك دى في مرونة طيب المرونة دى بيبنك ايه المرونة هي كدرة المادة على استعادت ابعادها الاسمية بعد الزواج ايه التأثير او الحمل المؤثر عليها يعني المادة كدريتا ترجع زي ما كانت بعد ما بسيب ايديه مثلا بعد الحملة اللي أبقى السرعة عليها وعدم بقاء اي تشكيل دائم له يعني بلغك وما تبقاش لها اي تشكيل يعني انا ما شديت الاستك هو رجع زي ما كان بالظبط ما خدش من ايدي اي تشكيل اما بالنسبة لجهات حد المكرنة فده ما يجزمكش السؤال بيجي ازاي في حتة زي دي حتة المورنة ده مهمة جدا برده السؤال بيجي عليها ازاي في ايه اللي يقولك مثلا ايه خاصيلة المورنة هي كدرة المادة على استعادت ايه على استعادت ابعادها الاصلية ايه بعد عدم زيارة التأثير تكتبنه صاحرا وموقعن Councilanne كده تكون مدرات فتاخد برك الكلام الي هلمanti كدك وتفهم كويس الان مورنة عشان اشان اغيerm في السرعة بتاعت الكلام في السغير عندك النقولنة ده خاصيلة زي المورنة كده النقولنة دي تقوللك هي كدرة المادة على ان يكون لها تشكيل دائم ولا تسترجع بعضها الاص Ruby بعد الزهور التأثير. يعني هي عكس المرونة. يعني هي المادة دي. انا لما اجا شكل مثلا حاجة انجدونة دي عن حاجة لدنة. يعني مثلا انا مع حتة مثلا بلاستيك مثلا او حتة عجينة مثلا. جيت مثلا شكلتها على وضع معين. مش هترجع تاني لوضعها اللي كانت عاجينة. لا. هي هتحتفظ بالشكل بتاعي اللي انا شكلت علىها ومش هترجع زي ما كانت الاول خاصة. فهي عكسها. بيقولك والخاصية انجدونة اهمية كبرى في عملية التشكيل المعادل. يعني هي اجاة خاصية. احنا اصلا بنشكل المعادل وبنقد نعمل المعادل بحاجات شبه العجينة وكده. فهي لها دور قوي جدا في حوار التشكيل بتاع المعادل. عندك حاسمة المماطلة. المماطلة هي كدرة المادة على السحب والاستطالة الكبيرة عند تهارضها والأحمال. يعني مثلا مسكت مثلا مماطلة زي ايه. شفت الجبانة. الجبانة اللي ما بتجي تشدها مش هي بيبقى عندها كدرة ان هي ممكن تتماطل معاك او تتشد معاك لمسافة طويلة. او تتسحب لمسافة طويلة. فهي المماطلة على شبه كده. ان المادة في امكانيتي ان انا ايه اصحابها او شدها لمسافة طويلة. عند تعرضها انها حمجة وشد مثلا انها على الخص ينجتي تسمح للمادة بتاريين جدا الكبير ماشي معاك ايه. فانت حاجيك عارف ان المماطلة بتعمل ايه. والمدون بتعمل او مرانة بتعمل ايه خاصة المكانية بتعمل ايه. سبك من الكلام ده كونجاتو. وده منحنة بين انجسترس وانجسترين سبك منه برضه. عندك التركية. التركية هي كدرة المادة على حدوث تغييرات لدنة كبيرة تحت تأثير احمال الضغط. يبقى التركية هي كدرة المادة على ايه. ان انا احد يحدث لها تغييرات لدنة زي ان اخسارها كبيرة بقى قوي تحت تأثير احمال الضغط. يعني لما اضغط المادة يبقى في جدونا معاها انها تنضغط كده. واجزاء الكدرات على التفريتيح بالترك بدون اي لشركة. يعني افانك طاحة مسلا. شفت انت مسلا انت مسلا بتكون بتدق على الحام النص مسلا وعايزة تتفتح كده نصين كده او تفتح. فهو بيج لما تتشغل بقى رحسن لها حاجة. انقصافة. وانقصافة دي برضو مهم عندنا في تشكيل المعادن. الانقصافة دي سأت بركك انا شغال على معدن قصف. يعني معدن ايه؟ قوي. تعال نشوف يعني هي خاصية المادة التي تجعل المادة تنقصر كبيرة حدوث اي تغير مرحوظ في الشكل. وعدم قبلية المادة على السحب والترك. يعني انقصف لما يكونش حالفة معدن قصف هو ولا بيجي معاها بالسحب ولا بالترك ما ينفعش اغير في حاجة. هو بيفضل محتفظ بالشكل من الاص يعني عشان اعمل فيها اي شغلة بيبقى صعوبة جدا. يعني المادة قوي جدا. فالماعدن ده لو انا اضغطت عليه بيتكسر. فهذا كون قرصة دوبة ذلك فان التكسف يعتبر عكس الممواطن. بيجعلك عكس الممواطن. الممواطن انا كنت ممسك الجبانة مثلا قوي حتة معدن اشدها تتسحب معايا. اما القصف غير كده خالص. القصف ما بيبقش اي حاجة. هو عكسه. ومن المادة التي تجعلها خاصية القصف. لكن المادة لها قصفة يعني قصفة. المادة الخاصية دي حد الزرق وخلصانة والزجاج. وفعلا الزجاج بيتكسر بسهولة عشان تغير حالف عباده ممكن يتكسر منك مش قابل وخلصانة نفس الكلام. يعني حد الزرق نفس الكلام. المكاومة. المكاومة عندك تعرف بانها هي مكاومة المادة لأي احمال يعني لأي احمال بقى سواء شد ضغط انحيناء قص اي حاجة بقى. ان انا مع حتة معدن بتكاومني ان انا معميش فيها حاجة. فهيدي خاصية المكاومة اللي تبقى موجودة جواك معدن. كل ده انت كلمة انت توقيته. اهم حاجة الشوان الى كلمة تكون من الاول انك تقدر تفرق بين المكاومة والكسافة والتركية وهكذا. عندك الصلبة. الصلبة هي مكاومة المادة لأي نوع من التغيير في الشكلة الكبيرة. يعني لك انا صلب. انا قوي. انا ما اي حد يأثر علي مثلا بسجبية او باي حاجة فانا قوي مش هتغير. انا ثابت زي مانا. فهيدي دون كو. او حاجة قوية جدا مهما زقيت او عملت فيها او حاجة بيت تغير فيها مش هتغير. فان صلب يعني قوة. فهي وبيلك الصلبة هي مكاومة المادة. بتكاوم المادة ان هي تتغييرها الشكلة في شكلها. فبعدها لأي حاجة. وتقاس كمية الصلبة للمواد بمقدار معامل المرونة او معامل يانج للمرونة. معامل يانج ده يخص المرونة احنا كنا اخذينها قبل كده في الفيزيك وكده. في اختبار الشد والضغط. دي اختبارات انا بعملها على المادة عشان خاطر ايس الصلبة بتاعتها او كده او معامل المرونة. وببقى لها قانون وكلام من ده. ومعامل يانج هو المدر السوات برضو بيونجك ان الاجهات على الانج فانت سيبك من دي بس القرونة تتغييرها اعرفينها اصلا من الفيزيك. بعد كده احنا عندنا المتانة. احنا نتكلم عن المتانة. المتانة هي قدرة المادة على كوموتها للأحماج الديناميكية. اي انها تعتبر قدرتها على الأحماج. يعني مثلا المادة بتاعتك بلاك هي متينة. بتتحمل ان انا اثرت على بأي قوة. او مثلا تأثرت رصدمة مثلا معاها حتة اي قطع وقت على الارض. فالمخبط في الارض تتتنت زي ممسكة نفسها محسن راش حاجة. فهي دي المتانة من المادة بتاعتك المتينة. او بتمتص اي طاقة مكينكية. انا رحاتة المتانة بتاعتي في مطور مثلا ففي احماج مكينكية عمالة تأثر عليه. او ضغط مكينيكي كده. فقوية بتتحملها. فمعدة بتاعي ده عنده متانة. معدة غير كبير في الشكلة بدون اي حدوث قص. النيامة القصار شانو كيف حنا بنقول عليه النيامة تانا. وتقص المتانة بمقدار المساحة الكورنجية تحت المنحنة الحامل تاب سيبك. سيبك ده منحنة مش موضوعنا. عندك حاسمة رجوعية. رجوعية للمادة. رجوعية للمادة هي هي قدرة المادة على متصاص الطاقة المرنة. يعني المادة بتاعتك التي تختفي بعد زوار التأثير. اثرت على مادة. فهي اخذت الحركة. وبعد كده راح التاني. راح التاني اختفت بعد زوار التأثير. فهي دي. هي تشبه المرونة كده. عندك السرادة. السرادة هي قدرة المادة على احتفاص بشكل سطحها سليما متمسكا تحت تأثير الرحمان. يعني يورك المادة دي صندع يعني السطح بتاعها الخاري. اي ان كان بقى احتكت خبطت اي ان كان. فبقى يورك نظم انها تحتفص بشكلها ايه سطحها سليما ويكون متمسكت تحت تأثير اي ايه ضغط. غيراoc يوجد أن الصلاطة بإنها قدرة المادة على مقاومة البرية نتيجة الاحتكاك والمقاومة الخدش أو انقطع خشي أجiversity دنيبل في الخشفي براجعة يوجد أن الصلاطة تعرف بإنها قدرة المادة على مقاومة البرية نتيجة الاحتكاك نتيجة الاحتكاكuration تكتب له سراحة most Zachender وعرف الاحتمال بانه اكبر اجهاز متكررا فمعنجنا من الاحتمال بس احنا كده اعتبر خلصنا الحاجات المتاني ورجويا والصلابه والكلام من ده حاجة اجابت موجوده في الماده فاحنا كده اعتبر خلصناه بتيجي فصح وقلط او فاكمل او هكذا فهما حاجة تبعرف الكلام اللي انا قمته كويس وحاول تفهمه عشان جلغير في سرعة الكلام عندك حاجة اسمها معاياجات الحراريه يعني مثلا معاياجات الحراريه انا مثلا ممكن اعرضه حراره او اتنيه بعد كده اعملوا حاجة اسمها عملية انه رجعه فحاجات زي كده احنا اتكلم عنها المعانجات الحراريه هي عباره عن عمليات تسخيل الماده النقويه او السابيكه وهي في الحالة الصعبه وابقا عنده دارت حراره معانه لفتره زمانيه معانه ثم تبريدها لغرض تغيير بنياتها وعطاء الخلص الميكينيكيه فبيقولك يعني ان انا معامة الرياض بسخنه تمام عشان ايه بقى عشان ووافع ان دارت حراره معانه بعد كده باجي اعمله الشكل انا عايز او اسيبه المهم هو برده ليه عشان اغير البنية بتاعته الداخلية من جوه تمام يعني انا بقى انجه حراريه عشان اغير البنية بتاعته الداخلية من جوه عشان ايه ادوه خواص ميكينيكيه اقوى فانت خير بقى اعرف من حده ده عشان سعب يتجيه في صحيح وغيره تقولك ايه ومعانجاتك الحراريه يتم تعرض حراره مثلا لماده بسبب تغيير بنياتها الداخلية او كده تكتبه صحيح مثلا عشان اغير يعني في خاص ميكينيكيه بتاعته تكتبه صحيح انا عايزه المسمار ده متني Fake فعردته حراره ويتانيته كده بعد ما 分قيته المسمار فاسبته البرد فخلاص سبته البرد مثلا بعدما عساب تقتلات حوال معيانه أو التانيته فالسمت له فانا عايز أعمله بقىfter بقى أشوف المسمار ده نتيجة الاجهادات بقى انا عرزتها ماذا عاردت العنوبة المسمار ده عرضت القنات العنوبة في ا24 فخالها قوضيZ ويمدوا عفق algunaيه فعايز أعمل ل Virginia اختبار يعني من الآخر فأخشي بقى لحاسمة المراجعة ايه بقى المراجعة دي ؟ المراجعة دي اتبقى عمله عملية مراجعة بشوف هو مظبوط قوي مع سنقوش اي حاجة اللي جديدت انجعله وبعد كده بقى بخش على الحاسمة التخامه فوقي انا بيقولك المراجعة تجري فقط على منتجات انجات سبكة تقسيتها فخلقى بقى عشان هو بيجي لغبطك مثلا في الناتحان يللك التقسية تجري فقط على المنتجات انجات سبكة مراجعتها غلط تقسية باتنيها يعني بعد كده ابدأ عملهم رجع فتخلي بقى كواس شنو بيجربتك ايه ما بينه مجرارية الكلام ده هتريد نفس الكلام اللي انا بقعوه يعني بس انا بقعوك بالبلد عشان فهمها طيب در انت ساعة بقى طيره من علشاشة وتفهم لو انت عايز ايه توقف وطيره بكلام ايه الكتاب بتاعك فانت خلي بقى كواس شنو بيجربتك تب التخمر بقى يعني التخمر بقى يقصد به تحويل المادة الى الحالة الندنة يعني مثلا المادة بتعتك بتخمر بتتحويل لنا بتحويل ندنة بتاعتك وزايك بتسخين الصلق با درجة حرار معينة بسخن الصلق بدرجة حرار معينة فيبدأ يتحويل ايه لقى وقا أحتفظ به هذه الدرجة لفترة من الزمن ثم يتم التبريد داخل وفورنا بعد انتفار معننا مع النام الكلم ده المعادغة تشبع عملية التخمر بالزابط في التسخين نفس الكلام برضو فعملية التخمر في التسخين اتختلف عند السرق بعمل عملية المعدلة الايه عشان خاطر اتخلص من الههده الداخلية الج hesit تنشئ بسعب عملية الطرق او الڥّغفارة فانت كلك عارف ان عملية المانجة انا بعملها او الهدف منها عشان اتخلص من الههده الداخلية الج lateral Dear bean El Twenty Plate أوb فTwitter ح знач أقرى هاريتها قمت بخمر وستفيد ايه من معالجة دعا بنا خش على تقسية السطحية وتاجر على صدق مخفض الكربون يعني بعملها على صدق مخفض الكربون التي اقل من 3 ايه من 10% وقرد منها بعملها عشان نزالة صدق السطح السلق الخارجي فقط ليقوم التاكم بالاحتكاك فاخلي بقى لك بقى انا بعمل التاكم السطحي عشان ازود السلقة بتاعت السلق الخارجي فقط ليقوم التاكم بالاحتكاك يعني لو معاهم اثنين معدن بيحتاجكوا في بعض فلا عايز واحد ما يتاكلش منهم او يفضل يعني قوي زي ما هو محتفظ بشكله فبعملنه تقسير سطحية فقط عشان احس من السطح الخاري بتاعه بس مليش دعوه من دخله من دخله بقى انا ما عرفش اين بيحسن بينما يبقى كانت بالمعدن جاهل كما هو يعني بيقولك المعدن بتاعه القلب بتاع المعدن زينت نفسه بيبتين زي ما هو انجبيوك هو بس السطح الخاري فاخنجبالك عشان بتجي في صحي وغلط يقولك مثلا انغرض من التقسير السطحية هو زي 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 سرد السطح الخاري وقلبن معدن تكتبه غلط السطح الخاري فقط ماشي اه التقسير سطحية بقى ما نصبه تمام سباك من الكلام اما حان نقطة انجبتك فيها بس عايز تقاري الكلام ده وتستفاد مش تمام فيش مشكله شكرا انا هوسنست معاكم